اشتركوا في القناة وقد انبهرت كثيرا بأعماره التي جذبتني كثيرا خاصة وأنني من قبل كنت مهتما فقط بالقصص المصورة أو الكوميكس البداية كانت من خلال اتحاق بمجموعة من كبار فنان الكاريكاتور المغاربة الذين شكلوا النواة أولى لفن الكاريكاتور بالمغرب أمثال محمد الفلالي البوهلي حامي والمرحوم حمودة والعربي الصبان بجريدة العلم هذا الفنان الذي كان لا يبخل علي بملاحظاته وتوجيهته في هذا الفن المحطة الأولى كانت من جريدة الأسبوع الضاحك التي كانت تصدر في أواسط الثمانينات بعدها جاءت تجربة أنوال اليومية التي كانت بمثالة مدرسة تعلمت فيها أباجديات فن الكاريكاتور بعدها انتقلت إلى جريدة بيان اليوم لفترة قصيرة ثم اتحقت بجريدة الصحراء المغربية اليومية التي عرفت خلالها استقراراً فنياً وإبداعاً متميزاً من الناحية التقنية ما زدت متمسكاً بالاشتغال بالقلم والورقة لكن إكرهت العمل الصحفي اليومي وما تستطلبه من سرعة في الهينجاز فإنني أستعين بالكمبيوتر للتلوين البقر الحرية هي المناخ وهي الطربة التي يزدهر فيها فن الكاريكاتور فكلما أعطيت فنان الكاريكاتور حرية أكبر كلما حصلت إنتاجاً فنياً أكثر ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر فإن عدداً كبيراً من رصام الكاريكاتور العرب وجدوا فيه متسعاً من الحرية وقاموا بنشر أعمال كاريكاتورية فكانت ممنوعة من النشر في الصحف الورقية اهتمام بالقضية الفلسطينية نابع من اهتمامنا كمغاربة بهذه القضية التي تعتبر من أكثر القضايا العالمية التي تتعرضت للظلم ولأنها أيضاً مفتاح السلام في الشرط الأوسط وقد كان المغرب دائماً أرضاً للسلام والحوار ومرتقى للدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية منذ عهد المغفور للحسن الثاني إلى عهد الملك محمد الثالث خلال مصاري الفني حصلت على عدة جوائز بدأت بجائزة الفنان ناجي العلي التي قيمت في لندن سنة 1994 وسنة 2005 جائزة الصارون الفرنسي للإعلاميات بباريس وسنة 2006 جائزة إيران كارتون وسنة 2012 حصلت على جائزة الفنان الكبير جلال الرفاعي من طرف متقى الإعلاميين الشباب وعلى السعيد الوطني حصلت على عدة جوائز وتكريمات كان آخر وتكريمي من طرف المنتظر العربي السادس بفاس السنة الماضية اشتركوا في القناة